اشتركوا في القناة مستمرة لشهور طويلة تم رصد تشكيل عصابي تخصص في تهريب مخدر الحشيش ضربة أمنية نتيجتها 30 ألف طرب حشيش بوزن 6 طن بقيمة 480 مليون جنيه دي كانت مجرد البداية لكن اللي جاي كان أكبر بكتير المعلومات بتأكد إن التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم زائد كمية كبيرة من مخدر الهروي مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعوضوا خسرتهم في القضية اللي فاتت فريق البحث أحدت هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة أغلبهم أشخاص عديين من الصعب الشك فيهم الشواهد كلها بتأكد إننا دخلين على عملية كبيرة خلال مرأبة أحد أفراد التشكيل تم رصده بيشتري سفينة سياحية متهلكة اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها مش متناسبة مع حالتها من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا ليها وبعد تقنين الإجراءات رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دفع رباعي دخلة من الضروب الصحراوية الاتصال بيأكد إنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكدوا وصول السيارات وتسلمهم للشحنة وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول إن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهروين عن طريق شاحنة من أحد المواني تمامي فانديم خروج السيارة وجري متابعة كانت تحدي كبير إننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصابي ونصبطها قبل ما تتوزع خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بتدور عليه وأهم موقع للتشكيل مكان اختروه بدقة من الصعب الوصول ليه رفعنا كل تفصيلة المداخل والمخارج والنقاط التمركز وحصرنا عدد الأفراد والسلاح تضاريس الموقع كان التحدي ومرقبته كانت صعبة للغاية نظراً لوعورة المكان وسهولة كشف أي محاولات للإقدراء مجموعات النورامة قدرت خلال وقت قصير تأكد إن في مغارة داخل القبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدرة خلال عمليات المرأبات اشتبه أحد الضباط في شخص سبق رصده في قضية سبقة ومن خلال الكمين اتأكدنا إن بيانات بطاقته ومش صحيحة بعد مراجعة أرشي في الإدارة اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف وتأكدنا إن المتهم رئيسي في عملية تهريب سبقة وهارب محكوم عليه انتحى الاسم جديد وتم وضعه تحت المرأبة الدقيقة تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتغوق وتبطئ حركة القوات وتدريس الصحراء الصعبة وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصاوي فاستعنب قوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي أنا اشعرانيات المكافحة وتدريسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام يا صندم بدأ رصد حركة غريبة على المركب السفينة السيحية اتحركت وافراد التشكيل العصابي حملوا الشحن عليها تحت عنينا لحظة بلحظة وبدأ العد التنازلي للاحظة الهجوم بعدما رصدنا وصول المشتبه فيه الرئيسي للسفينة وبقينا في الوقت المثالي لتنفيذ العمليتين قوات مكاسحة الإرهاب هتتحرك في اتجاه الهدف بزوارق الضفادع البشرية هيتم الانزال وهتسبح القوات مسافة 2 كيلو متر في النيل لحد جسم السفينة قوات الكبرى هتمشي لمسافة 8 كيلو متر في سرية كاملة الهدف السيطرة على النقط الحصينة للتشكيل العصابي قدام المغارة تمام هدوء الحالة على المركب وما في شقة تحرك حاليا عمليات تمام هدوء الحالة والاستمرار عمليات المراقبة احنا جاهزين يا فندم للتنفيذ تمام على بركة الله تم تحديد توقيت التنفيذ المثالي بشكل لحظي الغطس والاقتراب من السفينة في النيل كان من أهم العوائق اللي اضطرنا لاجتيازها وبدأ الاقتحام الصامت تحت تأمين القناصة من نقطة المراقبة الثبدة والأهم ان الاقتحام كان لازم يتزامن مع مدامة المنطقة الصحراوية لإحكام السيطرة على كافة أفراد التشكيل الوصول للمغارة تطلب مجهود كبير من الإخفاء والتموية تم الغطس باستخدام الدائرة المغلقة وبصلة التوجيه وجهاز التحرك السريع تحت الماء ترجمة نانسي قنقر غرفة الماكينات وكابينة القيادة كانوا أهم هدفين لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام السيطرة على المحركات تمام وجود هدفين على بعد 450 متر بسافة مغينهم 200 متر هدفك انتجاه الساعة 11 اتحرق انتجاه الساعة 12 استعداد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سرعة وصول قوات الدعم عامل مهم في نجاح اي عملية اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر